سيول وأمطار غزيرة شهدتها محافظة أبيان خلال الأيام الأخيرة ألحقت أضراراً فادحة بالمحاصيل الزراعية للفلاحين والمزارعين وجرفت معها جهود أشهر طويلة للفلاحين من الكذ والتعب والزراعة الأرض لتأتي السيول وتبدد المحصول قبل أن يتحقق حلم المزارعين توزعت الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية في دلت أبيان جراء انهيار السدود المائية والحواجز الترابية في مناطق باتيس وساكن وعيص بمحافظة أبيان السد ودي بناء اللي أدي على منطقة سيحاني أدي على منطقة انشيري أدي على منطقة جبري هذا تلف ثانياً السد الرئيسي حق ودي بناء اللي أدي على خاملة يأدي على جعولة يأدي على عفيني يأدي على دوفر هذا انتهى نهائياً والسبب أهمال من السلطة ليس أي تجاوب من السلطة عندما يجي السيول عندما تجي السيول السلطة ليس موجودة نهائياً نهائياً في المنطقة شوف ما عدى على المواطنين أصحاب الأراضي هم موجودين يقول المزارعون الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء عدم جنيهم ثمار محاصيلهم الزراعية إن السلطة المحلية والجهات المختصة هي المسؤولة عن انهيار السدود وعن الخسائر التي لحقت بهم جراء عدم اهتمامهم بالوضع الزراعي بالمحافظة وعدم وضع أي حلول للمخاطر التي تواجه الجانب الزراعي والمزارعين في المحافظة حيث أن جرف المحاصيل الزراعية ليست المرة الأولى اتكررت خلال مواسم سابقة دون أي تدخل من الجهات المسؤولة السلطة تدفع ملايين على الجيوبة بتصفية الغنوات تصفية أي حاجة بدون أي فائدة منها تصفية كلها ما تعمل أي سدود يعني رسمية غنوات يعني رسمية خلاصانات كذا كذا بهذا الملايين تقرب الملايين تقربها أحراش تراب من داخل الغنى على فوق الغنى ثاني يوم يرجع ضرروا مساكن والضرروا مزارع كثيرة وفي ناس بعضهم عاملوا بداخل الواديان يقولوا سرعيها مليان مساكن تأثرت في المنطقة أكان من ناحية السلطة السلطة الآن قائبة ولا تحركت في 24 ساعة هذه لا مدير من زرير زراعة لا وزير زراعة ما تحركت أي سلطة لا من محافظ لا من مدير زراعة السيون التي تدفقت في عدد من الأودية في محافظة أبيان سجلت على ارتفاع لها مقارنة بالأعوام الماضية حيث وصل منسوب المياه في أودية بنا وحسان إلى أكثر من ستة أمتار ما أدى إلى جرف الكثير من الأراضي والحقول الزراعية بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 500 شجرة مانجو في مناطق الديو وجعله ويعاني القطاع الزراعي في أبيان من مشكلات كثيرة أدت إلى تراجع كمية المساحة المزرعة أهمها عدم الاهتمام من قبل الجهات الرسمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وكافة المتطلبات المتعلقة بالزراعة اشتركوا في القناة